اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية العدوى والحمل مقدمة عندما تكون المرأة حاملا يمكن ان تتحول اية عدوى تصيبها الى مشكلة كبيرة لانها قد تصل الجنين وتشكل خطرا عليه افضل ما تستطيع الحامل فعله لحماية نفسها وجنينها هو ان تتفادى الاصابة بالعدوى ولذلك يعرض هذا البرنامج التفقيفي عدد من النصائح للمساعدة على الوقاية من العدوى يساعد هذا البرنامج على ادراك العلاقة بين الحمل والعدوى وهو يقدم نصائح من اجل الوقاية من العدوى ويتناول عددا من الامثلة على العدوى التي يمكن ان تصيب الحامل وخيارات معالجتها كما يتضمن البرنامج قصما خاصا بفيروس العوز المناعي البشري المكتسب الايدز العدوى والحمل يمكن ان تصاب الحامل بالعدوى مثلما يصاب اي شخص اخر لكن مضاعفات العدوى في اثناء الحمل تكون اكثر تعقيدا قد تسبب العدوى مشكلات بالنسبة للحامل والجنين ايضا وقد يكون من غير الامن في اثناء الحمل استخدام كثير من الادوية الخاصة بمعالجة قد لا تعرف الحامل احيانا انها مصابة بعدوى بل يمكن ان لا تشعر بالتواعك او المرض لكن عليها ان تستشير طبيبها كلما شكت في وجود العدوى وكلما شعرت انها ليست على ما يرام الطريقة الافضل هي محاولة تفادي الاصابة بالعدوى ويصح هذا على الحمل خاصة فعلى سبيل المثال يعد الاكثار من غسل اليدين وعدم الاحتكاك بالاشخاص المرضى طريقتين من طرق تفادي العدوى انواع العدوى كثيرة هي انواع العدوى التي يمكن ان تصيب المرأة في اثناء الحمل ويستعرض هذا القسم عددا من الانواع المختلفة للعدوى التي يمكن ان تسبب مشكلات في اثناء الحمل او الولادة تعد الاصابة بجراثيم العقدية من المجموعة با احدى انواع العدوى التي يمكن ان تسبب مشكلات في اثناء الولادة ولكن لا تسبب هذه العدوى اية اعراض عادة ولا يجرى اختبار الكشف عنها إلا في مرحلة متأخرة من الحمل وإذا أصيبت الحامل بهذه العدوى فمن الممكن أن تنتقل إلى الجنين عند ولادته يمكن أن تسبب عدوى العقديات من المجموعة با عدوى في الرئتين وفي الدم والتهاب في السحايا ولذلك على المرأة الحامل أن تستفسر من طبيبها عن اختبار الكشف عن جراثيم العقدية من المجموعة با الهربوس التناسلي واحد من الأمثلة على العدوى بالأمراض المنقولة جنسيا التي يمكن أن تنتقل إلى الطفل في أثناء الولادة ومع أن نسبة بسيطة من النساء الحوامل المصابات بهذا المرض ينقلنه إلى أبنائهن في أثناء الولادة لكن هذا الأمر خطير لأنه يمكن أن يسبب مشكلات في دماغ الطفل وفي عدد من أعضائه الداخلية ومن أنواع العدوى الأخرى التي يمكن أن تسبب مشكلات في أثناء الحمل هناك الفيروسة الصغيرة با 19 أو بارفو فيروس با 19 وهو ما يعرف أيضا باسم المرض الخامس لكن معظم النساء يتمتعن بحصارة ضد هذا الفيروس لأنهن قد أصبن به في مرحلة من مراحل الطفولة لا تؤثر الإصابة بالمرض الخامس في الحمل عادة لكن هذه الفيروسة الصغيرة يمكن أن تسبب فقر الدم الوخيم عند الطفل أحيانا كما أن المرأة الحامل يمكن أن تتعرض للإجهاض بسبب هذه الإصابة إن الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا مثال آخر على العدوى التي يمكن أن يكون لها أثر سيء في الحمل من الممكن أن تنتقل هذه العدوى عبر الاتصال الجنسي أو عبر الاحتكاك مع سوائل الجسم كالبول أو اللعاب مثلا وتنقل الأم المصابة هذا المرض إلى طفلها قبل ولادته لا يصاب معظم المواليد الجدد الذين انتقل إليهم الفيروس المضخم للخلايا من أمهاتهم بأية مشكلات صحية لكن من الممكن أحيانا أن يؤدي ذلك إلى الولادة المبكرة أو المبتسرة وإلى انخفاض الحجم عند الولادة وصغر حجم الرأس وكذلك إلى حدوث نوبات كما يمكن أيضا أن يسبب مشكلات فرئتين والكبد ومشكلات النوم وقد يؤدي هذا المرض أحيانا إلى مشكلات صحية دائمة أو إعاقات داء المقوسات عدوى يمكن أن تسبب مشكلات للطفل في أثناء ولادته وقد تأتي العدوى من مخلفات القطط ومن الخضار والفاكهة لا تظهر الأعراض عند معظم الأطفال الذين يصابون بهذا الداء عند الولادة لكن يمكن أن تظهر لديهم أعراض خطيرة في مرحلة لاحقة من الحياة ومن هذه الأعراض الإصابة بالعمى أو بالإعاقة العقلية الليستيريا نوع آخر من أنواع العدوى التي يمكن أن تسبب مشكلات في أثناء الحمل وهي نوع من الجراثيم الموجودة في التربة والمياه وفي النباتات أحيانا تحدث معظم الإصابات بهذه العدوى نتيجة تناول أطعمة ملوثة يمكن أن تنتقل عدوى الليستيرية إلى الجنين عبر المشيمة من غير أن تظهر آية أعراض على الأم وقد تؤدي هذه العدوى إلى الإجهاد الطلقائي الولادة قبل الأوان مشكلات صحية خطيرة لدى الطفل الوليد الإملاص أو ولادة طفل ميت برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الحمل وفيروس العوز المناعي البشري المكتسب الأيدز يقوم فيروس العوز المناعي البشري بقتل خلايا جهاز المناعة في الجسم أو بإعطابها وتعني كلمة أيدز متلازمة العوز المناعي البشري المكتسب وهي المرحلة المتقدمة من الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري ينتقل فيروس العوز المناعي البشري المكتسب في معظم الحالات نتيجة ممارسة الجنس غير الآمن مع شخص مصاب لكن من الممكن أن ينتقل أيضا عبر المحاقل المستخدمة في المخدرات وعبر أي ثماس مع دم شخص مصاب بالفيروس قد تظهر أولى علامات الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري المكتسب على شكل تورم في الغدد وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وقد تظهر هذه العلامات وتختفي طوال شهر أو شهرين بعد الإصابة كما يمكن أن لا تظهر أية أعراض شديدة قبل أشهر كثيرة أو قبل سنوات من الإصابة يمكن لفحص الدم أن يكشف عن وجود إصابة بفيروس العوز المناعي البشري ويجب إجراء هذا الفحص لكل امرأة حامل في مرحلة مبكرة من الحمل لأن من الضروري اتخاذ تدابير خاصة لحماية الجنين إذا كانت المرأة مصابة بفيروس العوز المناعي البشري المكتسب الأيدز واكتشفت أنها قد حملت فعليها إبلاغ طبيبها في أسرع وقت ممكن من الممكن أن تكون أدوية الأيدز مؤذية للجنين أحيانا لكن الطبيب قد ينصح بأدوية أخرى وقد يقوم بتغيير الجرعات الدوائية يمكن أن تنقل الأم عدوى بيروس العوز المناعي البشري إلى طفلها ويزداد هذا الاحتمال قبيل الولادة وفي أثنائها ولهذا السبب فإن المعالجة خلال هذه الفترة شديدة الأهمية لحماية الطفل من العدوى هناك معالجات كثيرة تستطيع المساعدة على منع انتقال العدوى إلى الطفل ويستطيع الطبيب وصف العلاج الأنسب للأم يحتاج الطفل أيضا إلى معالجة طوال الأسابيع الستة الأولى من عمره على أقل تقدير ولا بد من إجراء اختبارات على المولود لمعرفة ما إذا كان مصابا بالعدوى معالجة العدوى هناك بعض الأدوية واللقاحات التي تعد آمنة في فترة الحمل فقط ولذلك يجب سؤال الطبيب عن السبيل الأفضل لحماية الأم والطفل يمكن استخدام المضادات الحيوية لمعالجة بعض أنواع العدوى في أثناء الحمل وقد تعطى هذه المضادات في أثناء المخاض لمعالجة عقديات المجموعة با كما قد تستخدم لمعالجة عدوى الاستيرية أيضا هناك أدوية متوفرة لمعالجة عدوى الهربس التناسلي وداء المقوسات في أثناء الحمل لكن هذه الأدوية لا تستطيع القضاء على العدوى قضاءا تاما قد يجري إخضاع المرأة الحامل المصابة بالفيروس الصغيرة با 19 إلى مراقبة لصيقة في أثناء حملها وإذا اتضح أن الجنين مريض فإن هناك خيارات تشخيصية وعلاجية خاصة يمكن اللجوء إليها من الموسف أنه لا يوجد علاج للمرأة الحامل المصابة بعدوى الفيروس المضخم للخلايا إن للعلاجات المتوفرة لهذه العدوى آثارا جانبية خطيرة إلى درجة تمنع استخدامها لدى الحوامل الوقاية من العدوى خير من معالجتها لذلك تتناول الأقصام التالية سبل الوقاية من العدوى ومع أن النصائح المقدمة هنا لا تستطيع تأمين الوقاية من أنواع العدوى كلها لكنها تقلل من مخاطر العدوى إلى حد كبير إذا جرت تقيد بها إن اعتماد عادات المحافظة على النظافة الشخصية طريقة مهمة للوقاية من العدوى في أثناء الحمل ويعد الإكثار من غس اليدين مثالا على هذه العادات الجيدة ينتشر قسم كبير من أنواع العدوى من خلال اليدين وهذا يعني أن المحافظة على نظافة اليدين هي من أهم الأمور التي نستطيع القيام بها لتفادي التقاط العدوى أو لتفادي نقلها إلى الآخرين من حولنا يجب غس اليدين بالماء والصابون بعد كل استخدام للمرحاض وكلما رأينا أو شعرنا باتساخهما كما يجب غس اليدين جيدا بعد تبديل الحفاظات العمل في الحديقة أو لمس التراب تبلل اليدين باللعاب لمس الحيوانات يجب الحرص على غس اليدين أيضا عند تحضير الطعام وقبل تناوله كما يجب غس اليدين بشكل خاص بعد لمس اللحم النيئ والبيض النيئ والخضار غير المخصولة يجب الاكثار من غس اليدين عند وجود الشخص في مكان واحد مع أشخاص مرضى ولذلك من الأفضل أن تحاول المرأة الحامل تفادي وجودها مع أي شخص مريض يجب الاكثار من غس اليدين عند وجود الشخص مع الأطفال لأن لعاب الأطفال وبولهم يمكن أن يحتوي على فيروس قد يكون خطيرا على الجنين وعلى الحامل أيضا عدم استخدام أدوات الطعام والشراب التي يستخدمها الأطفال الصغار وذلك للسبب نفسه في حال عدم توفر الصابون والماء الجاري فمن الممكن استخدام جل تنظيف الأيدي الذي يدخل الكحول في تركيبه وذلك لأنه يساعد على قتل الجراثيم التي يمكن أن تسبب العدوى هناك وسائل أخرى للوقاية من العدوى غير غسل اليدين ولذلك يستعرض هذا القسم بعض النصائح العامة المفيدة لوقاية الحامل من العدوى من المستحسن أن يضخى اللحم جيدا لأن هذه طريقة بسيطة للوقاية من العدوى ويجب أن تصبح عصارة اللحم صافية وأن تزول المناطق الوردية داخل قطع اللحم يجب الامتناع عن تناول اللحوم المحضرة مسبقا إلا إذا جرى تسخينها حتى يبدأ البخار بالخروج منها ويمكن أن تحوي هذه اللحوم المصنعة وغير الناضجة جيدا جراثيم دارة يعد الامتناع عن تناول الحليب غير المغلي أو غير المبستر طريقة مفيدة للوقاية من العدوى وهذا يشمل الأطعمة المصنوعة من الحليب غير المغلي حيث يمكن أن تحوي المنتجات غير المبسترة جراثيم دارة قد يحوي براز القطط تفيليات ضارة ولذلك على المرأة الحامل أن تجعل شخصا آخر يقوه بتنظيف مخلفات القطط أما إذا اضطرت إلى فعل ذلك بنفسها فعليها استخدام قفازات وعليها أيضا أن تغسل يديها بعد ذلك كما يجب أيضا تجنب القوارد الأليفة والبرية وفضلاتها في أثناء الحمل وذلك لأن بعض القوارد يمكن أن تحمل فيروسات مؤذية وإذا كان لدى المرأة الحامل حيوان أليف من جنس القوارد فعليها أن تطلب من غيرها أن يعتني به إلى ما بعد الولادة يجب أن تخضع المرأة الحامل لاختبار الكشف عن الأمراض المنقولة جنسيا فبعض المصابين بهذه الأمراض لا يشعرون بمرضهم وإذا كانت الحامل مصابة بمرض منقول جنسيا فإن عليها أن تفتشير طبيبها فيما يخص كيفية تقليل خطر انتقال المرض إلى طفلها كما يجب أن تمتنع المرأة الحامل أيضا عن السفر إلى أماكن ذات خطورة مرتفعة لتفادي الإصابة بالعدوى ولا بد من مناخشة مخاطر السفر خارج البلاد مع الطبيب يعد اللقاح طريقة أخرى للوقاية من العدوى ويجب أن تسأل المرأة الحامل طبيبها عن اللقاحات اللازمة لها يوصى بأخذ بعض اللقاحات قبل بدء الحمل وقد لا يكون أخذها في أثناء الحمل آمنا يجب تحديد موعد مع الطبيب قبل بدء محاولة الحمل وذلك من أجل الحصول على اللقاحات اللازمة قد يجري إعطاء لقاحات أخرى في أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة إن أخذ اللقاح المناسب في وقته الصحيح يساعد على الوقاية من العدوى والمحافظة على الصحة وهو يحمي الطفل من المرض أيضا ومن الإصابة بمشكلات صحية تلازمه طوال حياته يجب أيضا أن يأخذ الأطفال وبقية أفراد الأسرة كل اللقاحات اللازمة في مواعيدها لتمنيعهم من الأمراض وهذا ما يقلل احتمالات تعرض المرأة الحامل للعدوى أي أنه يحمي جنينها أيضا إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة عندما تحمل المرأة يمكن أن تصبح الإصابة بالعدوى خطيرة على جنينها أيضا إضافة إلى خطرها عليها وهناك علاجات كثيرة للعدوى تصبح غير آمنة في فترة الحمل الطريقة الأفضل لحماية الأم والجنين هي الوقاية من العدوى وهناك نصائح مفيدة كثيرة يستعرضها هذا البرنامج للمساعدة على الوقاية من العدوى هناك أنواع شائعة من العدوى يمكن أن تسبب مشكلات خطيرة في أثناء الحمل وتعتمد المعالجة على نوع العدوى لكن هناك أنواع من العدوى ليس لها علاج آمن بالنسبة للمرأة الحامل لا تعرف المرأة الحامل دائما أنها مصابة بعدوى بل إنها يمكن أن لا تشعر بأي تواعق على الإطلاق وإذا شكت المرأة في إصابتها بأي عدوى أو في أنها معرضة لخطر الإصابة بالعدوى فإن عليها أن تستشير طبيبها من غير تأخير شكرا لإستخدامكم برنامج EXPLAIN شكرا لإستخدامكم